بسم الله الرحمن الرحيم إن تاريخ المملكة العربية السعودية حافل بالمواقف الإنسانية والخيرية منذ توحيد هذه البلاد الطاهرة على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله وطراه فلقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة لتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية للدول المحتاجة سواء كانت شقيقة أو إسلامية أو دولا صديقة ولذلك لم يكن غريبا على المملكة العربية السعودية أن تتبوى عبر تاريخها الحافل بحجم المساعدات الإنسانية الضخمة وتوالت هذه المبادرات النبيلة والخيرة على مدى تاريخ المملكة العربية السعودية إلى أن وصلنا إلى هذا العهد الزاهر الميميون الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله حيث أولي العمل الإنساني بعدا آخر وهو إعادة مأسسة العمل الإنساني وتوحيد هذا العمل عبر ذراع إنساني هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجاءت التوجيهات الكريمة بأن يتم إنشاء هذا المركز في شهر مايو عام 2015 ميلادي ليكون هذا المركز مركزا دوليا رائدا للعمل الإنساني والخيري السعودي وينقل قيم المملكة العربية السعودية الرائدة إلى العالم ومنذ إنشاء هذا المركز والمركز يعمل يدا بيد لتلبية توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتنفيذ برامج إغاثية وإنسانية لدول عديدة حيث وصلت إلى هذا اليوم إلى أكثر من 91 دولة وكان المركز حريصا على أن يكون العمل الإنساني الذي يقوده هذا المركز مبنيا على معايير دولية وكذلك أن ينظم هذا العمل بما يضمن أولا الشفافية الحيادية الشمول تمكين كذلك الكوادر وتدريب الكوادر للوصول إلى الريادة الدولية ونحن في هذا اليوم نسعد بأن هذا المركز استطاع أن ينفذ أكثر من 2350 مشروعا وكذلك يصل إلى 91 دولة ويبني شراكات مع أكثر من 175 شريكا وبلغت مجموع المبالغ التي نفذها هذا المركز أكثر من 6 مليار و 200 مليون دولار أي ما يعادل أكثر من 23 مليار ريال سعودي ولم يأتي هذا العمل من فراغ إنما بريادة واهتمام وقيادة من قيادة هذا البرد المعطاء وكذلك وجود كوادر شابة تعمل في هذا المركز بالإضافة إلى بناء برامج أخرى ولعلي أتطرق إلى أحد هذه البرامج المهمة وهو برنامج التطوع الإنساني الخارجي الذي أنيط إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية ومنذ توجيه خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية بأن يكون منصة للتطوع الإنساني الخارجي منذ أكثر من عامين استطاع المركز أن يستفيد من الكوادر وشباب وشابات هذا الوطن الغالي بأن يمثل هذا الوطن خير تمثيل حيث نفذ المركز ما يزيد عن 300 حملة طبية تطوعية وكذلك يطمح في هذا العام أن ينفذ أكثر من 300 حملة تطوعية دولية لتصل لأكثر من 55 دولة حتى يصل شباب وشابات المملكة إلى هذه البلاد التي في حاجة ماسة للدعم الإنساني ويكون خير من يمثل رؤية ورسالة هذه المملكة العربية السعودية التي رسمها ووضع خطاها قائد هذه الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العاهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ونحن في هذا المركز كذلك نحرص على التطوير المستمر حيث يقوم هذا المركز كذلك بتنفيذ برامج إبداعية خلابة لأن يكون هذا المركز صانعا للعمل الإنساني وكذلك يشارك الشركاء سواء كانوا محليين أو دوليين أو كذلك إقليميين على أن ينفذ برامج نوعية في كل الدول المستهدفة ولعل خير هذه الأمثلة استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية لما أصاب إخواننا وأخواتنا في سوريا وتركيا أثر الزلزال الذي أفقد الألاف وكذلك مئات الألاف من الإصابات في كل من سوريا وتركيا ولكن استجابة المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية كانت فعلا استجابة سريعة تليق بمقام وسمعة المملكة العربية السعودية حيث شارك أولا رجال الإنقاذ الذين ساهموا في رفع الأنقاذ وإنقاذ حياة الذين وقعوا تحت أنقاذ المباني في كل من تركيا وسوريا وكذلك تواجدت فرق الطوارئ والمتطوعون والمتطوعات وكذلك منسوبي ومنسوبات مركز الملك سلمان في أرض الميدان للمساهمة في تخفيف معاناة الشعبين السوري والتركي ونحن إلى هذا اليوم مستمرون في تنفيذ العديد من البرامج سواء كانت رمضانية أو كذلك إغاثية أو كذلك استجابة للصراعات التي تحدث في عدد من الدول أو كذلك الكوارث الطبيعية المتعددة كما أن هذا المركز يحرص على بناء القدرات للمتطوعين والمتطوعات والاهتمام بالبحوث العلمية الموجهة للعمل الإنساني بهدف تطوير هذا العمل الإنساني بحيث تكون المملكة العربية السعودية أحد صناع العمل الإنساني الدولي ومما يثلج الصدر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا العام يترأس مجموعة المانحين للأمم المتحدة وكذلك يشارك في كل اللجان الرئيسية التي تقود العمل الإنساني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه البلاد وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وأن يستمر الرخاء والعطاء والأمن والأمان على هذه البلاد كما أنني أهيب بأبنائي وبناتي في هذه الجامعة المرموقة أن يحرصوا على أولا هذا الوطن وخدمة هذا الوطن وخدمة قيادة هذا الوطن لأن هذا الوطن يبنى بسواعدكم أنتم أبنائي وبناتي كما أن المركز يتطلع بأن يكون أبناء وبنات الجامعات من المساهمين الرئيسيين في البرامج التطوعية والخيرية الدولية التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإنني على يقين أن هذا المركز بسواعدكم واهتمامكم ومبادراتكم سوف يرقى لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح والسداد وللجامعة الريادة والاستمرار في العطاء والخير